أنا بس عايز أضرب مثل بقى حي قريب شوي تمام عليك حكم محكمة بإلزام زيد من الناس إنه يؤدي لآخر مبلغ معين ومحدد ومقدر طبقاً للتزام كان بينهم وبين بعض تم تنفيذهم المحكمة حكمت تمام مع الفوائد التأخرية 4% الحكم ده صادر سنة 2014 تمام وعمل حجز تنفيذي سنة 2014 تمام جاه المدين رفع دعوة استرداد قاعدت شغالة سنتين بعد ما اتحكم برفضها بيجدد الدائن الإجراءات الحجز أم عمل له إشكاء قاعدت شغال سنتين وكمان سنتين وعمالي والراجل كان شوية سنتين جه سنة 2024 يعمل محضر حجز جديد لأنه عنده فوائد تأخرية 4% لحين تمام السنة قاعدنا نحسب بقا 2014 إلى 12 شهر 2015 إلى 12 شهر و16 و17 و18 10 سنين و19 و20 و21 و22 و23 و10 وإحنا في السنة 11 لقينا المبلغ اللي كان محكم به 500 وصل لمليون ونص فهموا قالوا لا ده ما ينفع شيء ضاعف الجزئية اللي حضراك بتقول عليها هل يجوز الفوائد أنها تصل ضعف المبلغ هو هنا السؤال الجميل بقى هيرجعوا بقى بالحجز عارف المحضرين حابوا يخلصوا من مشكلة أنه هو تجاوز الحد جابوا الحجز بتاع 2014 وهم رح نعمل له بيه تبديد خد حكم غياب عمل معرض جاي الدفاع بتاعه يقول للقاضي ده الحجز يا بيه من 2014 هيعتبر كأن لم تكن لأن التبديد في 2024 ردت وقلت له الإجراءات تم تأخرها بسبب دعوة استرداد وإشكالات ودعوة وهو اللي عمل المدة دي كلها صح هم قال له طب يعني أنت تقصد تقول انقضاء الدعوة الجنائية قلت له الدعوة الجنائية لم تبدأ إلا من ترى التبديد مش الترى فدالوا قابلوا ورفضوا وتأيين احنا هما في المحضرين هربوا من أنه يقدر المبلغ لأن الحجز الأولاني اللي معامل في 2014 بالخمسمائة ألف وحدهم كان عليهم فواد حوالي خمسين ستين ألف كده يعني خمسمائة وستين ألف طيب احنا لما قدنا العشر سنين ما ينفعش يتضاعف صح فهل بقى كلمة إنه ما ينفعش يتضاعف دي فيها أصل في القانون لها نص في القانون تمام شوف هالي كده باشا المادة 231 من القونين المدني بتقول جواز المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا كانت ضرر بسؤنية تمام تمام يعني ممكن تتضاعف تتضاعف وتزيد كمان لا 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 تتعدى الضعف أزاي هنا لا تتعدى أول ده بقى سؤال هنا لا تتعدى الضعف أيوة بص حضرتك القانون كما حمى المدين فحمى أيضا أدائن من أن أمواله تهضر من غير ما يستفيد بها تمام تمام هنا الضعف المفروض أن الأموال الفوائد مقصدي لا تتجاوز رأس المال يعني لو قلنا رأس المال مليون الفوائد ما تعديش المليون أيوة فهنا حصل إيه اتضعفت أيوة هنا اتضعفت هنا القانون حدد هذا الأمر لا يجوز أن تتجاوز الفوائد التأخيرية لا يجوز لها أن تتجاوز رأس المال اللي رأس المال مليون أقصى حاجة توصل مليون ومية لا ما ينفعش ما ينفعش النهاية تتضاع طيب ده قانونة ولو قلنا شرعا برضو الشرع بأيد هذه النقطة بيقولك لا يجوز تقادي فوائد على متجمد الفوائد ده القانون إيه الشرعي شرع ايوة ايوة الشرع أما القانون المدني فإحنا ده أمر آخر في هذه الجزئية يعني الشرع حرم الفوائد المركبة تمام معليك هو ده المقصود تمام المقصود بيه فوائد على فوائد يعني فوائد مركبة تمام معليك طيب هل يجوز تقادي فوائد في حالة عدم موجود علاقة عقدية اه هنا بقى حضرتك رجعنا الأصل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شوية اللي هو الجهة اللي تابع لوزارة الإسكان وسلمت الخرجين البيوت الجهة دي من سنة اه اربعة وتمانين حتى تاريخ وعادي قدام عليك في اللحظة دي ليس بينها وبين اللي بتدي عليه اللي هو المدين اي علاقة عقدية مفيش عقد مثل المهم البيوت كده كان ايام المرحوم السادات رحمة الله عليه مرحوم السادات رحمة الله عليه تصدى لهذا الامر وكان مشروع عظيم ولكن للأسف لم ينفذ على الوجه الأكمل فما كانوش مفكرين وكان في حاجة بيقولوا عليها منحة يابانية هي اللي صرفت على هذا الامر ولكن طبعا لما الجيب بيفلس بيبدأ يتدور في الجيب الاخر انا ليا ايه من سنة كذا جاي طلبه الان تمام معليك هنا الامر مفيش علاقة تعقدية الله ده احنا قلنا في بداية الكلام مع معليك قلنا عشان اطلب فوائد تخرير لابد يكون فيه ارتباط تعقودي ايه انت بتطلب فيه ده انا مفيش بيني وبينك عقد ده انا مفيش بيني وبينك عقد طيب لو فرضنا ان الدعوة قدام قادي الابتدائي درجة الاولى تمام ويعني حادة عن صدة القانون وحكم برفض الدعوة اللي رفحها المدين عشان يلزم الجهة دي او الدائن يلزمه بتحرير عقد بيع بعد ما دفع كامل المبلغ اللي حكم به القضاء الاداري طيب الله ازاي اعد انا اكلم نفسي او المدين يكلم نفسي ازاي حكم برفض الدعوة بحالتها لانه ما دفعش الفوائد التاخيرية طب ما انا قلت في الاول ان الفوائد التاخيرية يا معالي الرئيس لابد يكون مربوطة بعلاقة تعقودية وما فيش علاقة تعقودية وانا شرحتها طب انا هسكت عند هذا الامر وضيع امر المواكل لا اقول له لا ده انا هستأنف وقف قدام محكمة الاستئناف واخد المعلومات اللي معاليك قلتها وحط نص المادة 226 مدني ادم امام محكمة الاستئناف وعلى فرض لو كان الطلب الاصلي في الدعوة المبتدى ببراءة زمتي من كامل من كامل الغرامات التاخيرية سليم من كامل غرامات التاخيرية لعدم وجود علاقة تعقودية هنا انا اقف قدام قادي الاستئناف واضيف طلب مرتبط بالطلب الاصلي واقول هنا انا بتمسك بالمادة 226 ان كان هناك مقتضى لتحصيل غرامات التاخيرية فتكون من امتى معالي الرئيس من تاريخ المطالب من تاريخ المطالب مش تاريخ الاصر راجعي انا عايز اقصل اللي حضرتك بتقوله باعتبارها واقع حضرتك عشتها تحديدا وما زالت طيب وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر بنية التملك لانهم كانوا عطلهم البيوت بنية التملك ما كانش اللي بربط عليهم علاقة ايجارية ولا ريع ولا بداع كانت بنية التملك مجاني اما جات محكمة القضاء الادارة حددت قيمة معينة والزمت الناس بيها والناس دفعوها هتبقى من غير غرامات تأخرية لانه لم يكن هناك سلة تعقدية علاقة تعقدية ولا اشتراط ولا عقد ما فيش عقد اصلا ولو فيش عقد ولو فيش اشتراط فيه ما فيش اشتراط ده فرطة ما انا بنقول ما فيش عقد اصلا هيبقى فيه اشتراط ايه فدي حالة خاصة انا بتكلم على الحالات اللي المحاكم ملزمة بالفصل فيها وهي تعاقدية والدين اما واضح انه العلاقة اما علاقة مدنية او علاقة تجارية محددة وان السبب انه المدين هو اللي تسبب طيب هل مع كل هذه الشروط يعني وجود عقد والمدين اتأخر والمحكمة حكبت بفوائد اربعة في المية في المدني وخمسة في المية في التجاري اشتركوا في القناة